السلام عليكم عشاق سامسونج سامسونج جالكسي اي 73 كشف تفاصيل ومعلومات هامة في شهادة الاف سي سي شهادة جديدة لهاتف الجالكسي اي 73 ترقي الضوء على المواصفات الرئيسية للبطارية وكثير من الأشياء كل هذا وأكثر عزيزي كرام سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو ولكن قبل البداية أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغطة للزر لايك والشارك وفعي زر الجرس ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك وشكرا لك كشفت لنا التسريبات خلال الأسابيع القليلة الماضية بعض المعلومات حول هاتف سامسونج جالكسي اي 73 القادم حيث علمنا أنه لن يحصل على مقبض صوت مقاس 3.5 مليمتر الآن تم رصد الجهاز في موقع شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC التي ألقت الضوء على بعض المواصفات الخاصة بالبطارية وتفاصيل أخرى لهاتف جالكسي اي 73 5G تفاصيل هامة حول بطارية هاتف جالكسي اي 73 5G وفقا لقائمة شهادة هاتف جالكسي اي 73 5G على قدرة الشحن السريع 25 واط مثله مثل العديد من أجهزة الجالكسي اي والام الجديدة تكشف القائمة بأن رقم طراز الجالكسي اي 73 5G هو SMA 73 6B وسيتوفر بخيارات الاتصال اللاسلكي التي تشمل على واي فاي 6 وتقنية الاتصال القريب المدى NFC وإصدار غير محدد من البلوثوت بحسب التسريبات السابقة سيأتي الهاتف على شاشة AMOLED MACAS 6-7 إنش بلقة FHD Plus وبمعدل تحديث عالي ومن المرجح أن يكون 120 هاتز ومن المقرر أن يقدم الجالكسي اي 73 5G تحسينات كبيرة في وحدة الكاميرا حيث يقال أنه أول هاتف ذكي من سلسلة الجالكسي اي يتضمن مستشعى الكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل مع ميزة OIS التثبيث الصورة البصري وسيعمل الهاتف بمعارض سناب دراجون 750 5G مع رام 8 جيجابايت وذكر التخزين 128 جيجابايت مع خيارات أخرى من توقع مثل 256 لكن يمكن أن تستبدله الشركة بمعالج أكسينوس مقصرنا بوحدة معالجة الرسومات AMDRDNA 2 سيتم تزويد الجهاز بنظام اندرو 12 مباشرة بعد إخراجه من الصندوق وحسب تقرير موقع زوتونس المفصل فالجهاز سيدعم مقاومة رضاد الماء والغبار بمعيار IP67 عن سبق وأن استخدمت هاتف من فئة الجالكسي اي شاركوني أرعكم ضمن التعليقات ولا تنسوا دعم القناة أحبكم في الله مع السلامة اشتركوا في القناة